اليوم النهاردة هو يوم درامي أكيد ليلة صعبة علينا كلنا يعني ما اعتقدش ان احنا حد فينا هيبقى مراوح النهاردة نايم مبسوط كلنا هنبقى نايمين زعلانين السبابة الأهم والنعمل أقوله من أول الحلقة تبقى قوى جداً وأحسن الحلوين وأحسن واحد في الدنيا لو قدرت فولسة الصعبات دي بقى تبدأ تشوف انت هتعمل إيه بكرة الخطوة التانية إيه ما تقواتش بقى تعيط وتكسر وتهدم تحاول تبدي أتفق مليون في المية أتفق مليون في المية لأنها دي أهم نقطة أن انت وانت في لحظة الانكسار تزعل 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 وبعدين ترجع تفكر أنا هعمل إيه بعد كده لأن خلاص اللي حصل حصل للأسف كرة قاسية قاسية جداً كل السيناريو قاسي العشم وحش سيناريو دربات الجزاء وحش كل حاجة في الدنيا يعني وإحنا كلنا نتفرج لما في الشوت التالت بزياد ضمائعوا كذا كرة شناو شال كورتين وهما ضيوع انفراد ما فيش واحد فينا حتى اللي مش عايز يتكلم مع زميل وقال لك إيه ده ربنا كاتبها بقى دي حتيجي معانا ولما كل بالي ضيع وسأل يوسيس الشيناوي صد منه ولما المنتخب تحسن في شوت تاني هجوميا وبدأ فيه فرص يجب كل حاجة ايه والمباراة بتاعت القرية اللي احنا كنا خايفين منها أصلاً لما تكسبها واحد يعني كل السيناريوهات من أقصى اليمين لأقصى الشمال بس في الفكرة كلها كريم انت تكمل على اللي انت بنت عليه انت تبقى عارف انت رايح فين انت النهاردة اللي متكلم في مارس 20-22 انت في يونيو الجاي عندك كاسوة من الأفريقية وعندك تصفيات يا كاسوة من ده في كوتيفور فكمان كم شهر عندك تصفيات فانت لازم تبقى عارف انت في الاخر وصلت لمكانة كويسة تصنيفك زاد وصلت لاكتشاف لعيبة جديدة دخلت في أجيال منتخب مصر انت بقى عندك النهاردة لعيبة النازة علينا ان عمر كمان لا يلعبش فلكن امام عشور أثبت نفسه عبد المنعم لعيبة كتيرة جدا عملا تطلع فخلاص انت بقى عندي جيل جديد انا عايز ابني على جاي والله بقى النهاردة هجيب مدرب جديد الفكرة ان انا لما اختار اختار صح لما الفكرة ان اختار اختار اللي توافق معايا وابدأ زي مكابات انجا بتكلمه وانت كتكلم ازبط البيت من جوه ازبط مسابقاتي ازبط لويحي ازبط حملي تدريبي ازبط واكوسع قاعدة الاحتراف بتاعتي على قد مقدر على النهاردة بعد اقول ده فلان بيلعب في كده فلان بيلعب في الحينة وهم بيحترفوا لازم انا كمان احاول اوسع قاعدة الاحتراف بتاعتنا يعني عبد المنعم فتوح امام عشور ثلاث نمازج لعيبة صغرين في السن المتعلقين ومتأخرين جدا متأخرين انهم يطلعوا يحترفوا كمان جدا مش بقول نبدأ بقى انطلعوا من يحترفوا دول متأخرين جدا يعني دول المفوق كان يبقوا بره مصر من بدر انت بتكلم في ثلاثة عشرين اربعة عشرين سنة يعني اللعيبة الافارقة بيطلعوا من ستتاشر وسبعتاشر ويبدأ على ثلاثة عشرين اربعة عشرين ده بيكون اللعيب ماتيرو بيلعب في كلاس اي خلاص بيقوا بيلعب في دوري الدوري الفرنسي اللي هو يعني من الخمس دوريات الكبرى فبالتالي انت عندك حاجات كتيرة جدا عايز اشتغل عليها هتمنى يا رب ان احنا من هنا نبدأ نبني من اللي جاي